على عكس التوقعات التي ذهبت إلى مرحلة استقرار سياسي جديد في كردستان العراق بعد إتمام انتخاب رئيس جديد لوح الاتحاد الوطني الكردستاني بمواقف حازمة رداً على ما سماه تفرد الحزب الديمقراطي وذهابه إلى انتخاب نيجيران البرزاني رغم انسحاب الاتحاد وقوة سياسية أخرى من جلسة البرلمان الاتفاق المبرم بين الحزبين الرئيسين انفض بعد تجدد الخلاف بينهما إثر مطالبة الاتحاد الكردستاني غريمه بضمانات مكتوبة من بينها الحصول على منصب محافظ التأميم ومناصب تنفيذية أخرى من بينها قيادة قوات البيشمرقة مقابل تصويتهم لصالح نيجيران البرزاني رئيساً لكردستان العراق وهو ما رفضه الحزب الديمقراطي في الدقائق الأخيرة لجلسة البرلمان ما أدى إلى انسحاب الاتحاد الكردستاني غير أنه تم تمرير التصويت على نيجيران البرزاني ليكون رئيساً لكردستان العراق خلفاً لعمه مسعود البرزاني سيناريو تقسيم كردستان العراق قد يعاد مجدداً هذا ما أكده القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي بالقول إن حكومة لا تحصل على تأيد الحزبين ستكون ذات جغرافية محدودة مشيراً إلى إمكانية التوجه نحو نظام الإدارتين فيما يؤكد مسؤولون آخرون أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة باتجاه اتخاذ قرارات عدة بعد أن أغلق حزب البرزاني كل الأبواب بوجه التوازن الصراع على السلطة بين حزبي البرزاني والطلباني في كردستان العراق يدار بطريقة تحمل مختلف أمراض العملية السياسية في العراق من محاصصة وفساد وتزييف للاتخابات وباستعادة منصب رئيس كردستان العراق تكون أسرة البرزاني قد تخلصت من آخر تابعات استفتاء الانفصال الذي أفقدها توازنها بشكل ضرفي وهدد مكانتها التاريخية لكن الثمن المباشر للمنصب هو إثارة المزيد من الخلافات وإذكاء الصراعات على السلطة مع المنافسين التقليديين قادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إضافة إلى أحزاب وحركات أخرى على غرار حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية وحراك الجيل الجديد التي تتخذ غالبا موقفا معارضا للحزبين المهيمنين على المشهد الكردي لتصل تلك الخلافات إلى نقطة حرجة قد تؤدي إلى انشطار كردستان العراق مجددا إلى جناحي أربيل والسليمانية